بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حد يعرفنا لو طلعنا لايف ولا لا نفس نحمل الموبايل برضو نتأكد أيوة طلعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير معاكم النهاردة حلقة رقم ثلاثة من حلقات احكي عربي مع توينكل مصر والنهاردة عنوان الحلقة بتاعتنا رهبة العودة إلى الدراسة أو رهبة بداية العام الدراسي النهاردة معانا ضيفة من أعز الناس علينا في توينكل مصر ومن زمانه هي بتسابورت شغل بتاعنا وعملت لنا حاجات كتير قبل كده نشرناها على الصفحة الأستاذة إيمان سمير صاحبة قناة اقرأوا معي على اليوتيوب وهي متخصصة في قراءة القصص وقراءة بشكل عام والقناة بتاعتها على اليوتيوب من أنجح وأجمل القنوات اللي شفناها على اليوتيوب للأطفال وأكيد نقضت لينك الحلقة لينك القناة بتاعتها بعد الحلقة عشان تبص عليها إيمان كمان كانت مدرسة وبالتالي النهاردة لما هنتكلم عن رهبة العودة للدراسة هي هتتكلم من تاعتها كمدرسة الحاجات اللي كانت بتشوفها يعني هيك كمانت متخصصة في كيجي وان وكيجي تو صح يا إيمان مصدوب كيجي وان وكيجي تو هذا السنية اللي احنا فيه صويت وسريخ ومامي ومش عايزة أمشي ومش عايزة روح وكده فأهلا وسهلا بك يا إيمان نورتينا ومفصلين جدا نحنا معاكي النهاردة السلام عليكم أنا والله المفصلة أكتر ومفصلة كتير قوي قوي إن أنا هتفاعل معاكم مع قصة والقصة تعتبر من أفضل قصة لانا قريبتها لحد الوقتي فيها فكرة وفيها مغامرة وفيها أسئلة فأنا مبسوطة باختياركم للقصة دي بزداد في الوقت ده زي ما قلتي قبل كل المدارس ورهبة الأطفال وأولياء الأمور كمان الحمد لله إحنا أهمنا إن القصة تكون عجبتك لأنها دي اللي إحنا هنقراها النهاردة والناس إن شاء الله يعني لو عندكم أطفال ده الوقت المناسب لإنتم تجمعوا في الأطفال علشان يعودوا ويسمعوا قصة معنا لأنه من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها النهاردة هي بعض النصايح إزاي ممكن تساعدوا الأطفال يبقوا مهيئين لأول يوم دراسي ده كويس جدا 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 قبل ما نبدأ طبعا الموضوع بداية السنة الدراسية ده مش بس موتر للأطفال هو موتر لنا كمان كأولياء أمور إحنا بنبقى عمليين نحسب حساب اليوم ده وهنتصرف إزاي وهنعرف نسيبه ولا لأ يعني أنا متأكدة إن في أمهات كتير لو بيشوفونا دلوقتي أكيد حصل لهم رهبة أول يوم دراسة إن هم يودوا أطفالهم المدرسة أو إن هم ينفصلوا عن أولانهم خصوصا للطفل الأولاني اللي بنكونش عندنا خالص ودي أول طلع بقى إن أنا بنسيبه في حتة معرفهاش معرفش مين الناس اللي فيها هيعرفوا يخلوا بالهم منه ولا لأ هيعرف يأكل ولا لأ هيعرف يدخل الطويلت ولا لأ هيعرف يعبر عن اللي هو عايز ولا لأ والحاجات الكتير اللي إحنا كأولياء أمور بنبقى الأسئلة الأساسية لطول الوقت الآن إحنا كأولياء أمور أبل ما أبدأ أنا عايز أسأل إيمان سؤال وأظن برضو أنتم ممكن تكون عندكم نفس الفكرة وتتفاعلوا معنا في الموضوع ده مين فينا ناسي أول يوم مدرسة ليه هو شخصيا أنت يا إيمان فاكرة أول يوم مدرسة ليكي وأنت صغيرة يوم ما يتنسيش يعني أول يوم دراسة في كل سنة دراسية لازم يحصل موقف جميل كده يعلم اليوم في حياة الواحد نحكي موقف من ضمن الأيام الدراسية الأولى ما كانش أول يوم للدراسة خالص لك كان يوم دراسي عادي بس أول يوم بعد ترم تقريبا أو أول يوم دراسي في سنة أنا متعودة أروح المدرسة فيها فأنا كنت من الناس اللي بتحب تتكلم وتجاوب وترفع إيديها على طول فالمدرسة بقى كانت عارفاني وعارفة أن في طلبة بديدة بقى وطلبة برضو مستواها محتاج مساعدة فكانت لما تسأل السؤال أنا برفع إيدي ما تختارنيش فأقوم لها وقول لها ميس حريك ما اخترتنيش أنا عايز أجاوب فتقولي لو استني يا أمان نسأل الباقي تاني سؤال تسأل وتخلي حد تاني جاوب أنا أم لها برضو يا ميس حريك ما اخترتنيش قلت لي هتختاريني وهكذا ثلاثة أربعة أسئلة لقيتها بقى اتضايقت شوية مني وقالت لي إيمان اتضايقت فرصة لصحابك يا أمان فأنا اتضايقت وفضلت عادة سكتة طول الحصة لقيتها بقى آخر الحصة جايباني شوكولاتة وبتقولي إيمان أنا عارفة أنك شطرة بس ندي فرصة لصحابنا وزميلنا نتكلم سوا كلنا وكده يعني فأنا الموقف ده ما بنسوش أبدا وبدأت أن أنا أطبقه فعلا كمدرسة أن أنا أراعي الناس الشاطرين والناس اللي برضو مستوى محتاجة مساعدة وأتفهم يعني هي كلمة السر في الفهم أفهم مشاعر كل طالب وأفهم اللي قدامي ده عايز يجاوب عشان هو شاطر ولا عايز عشان يضايق ميله ولا عشان بس يلخبطني لأ طالما أنا فهمة إن اللي قدامي ده شاطرة وعايز أتجاوب مقدرة شاطرتك ومقدرة إن أنت عايز أتجاوبي بس بفهمك بالراحة وبتكلم معك بهدوء وفي الآخر ادت لكل الناس بحلويات يعني شاءنا بس ادت لنا كلنا فكان أعجبني الموقف ده بيداني مسابت معايا لدركة إن أنا زي ما قلتلك بقيت أطبقه مع أولادي مع الأطبال عندي فعلى صغر الموقف سبحان الله ممكن تأثر فيك مدى الحياة طبعاً وأنا أنا فاكرة كان في حد مرة قالها قدامي أظن مدرس من مدرسين إن ما كنتش مخطئة يعني كان بيقول إن دايماً في الفصل في نوعين من الطالبة يجذبوا المدرس وياخدوا منه الاتنشن كله الطالب المكتهد جداً جداً اللي على طول بيرفع إيده وعايز يجاوه ده واخد منه الاتنشن لأنه هو حابب أن يكون في تفاعل في الفصل والطالب الشيء جداً لما بيبطلش حركة وبيعمل إزعاج ده برضو واخد أما الطالب اللي بيبقى في النص اللي هو لا مكتهد تماماً مش عارف يوصل لمرحلة الشطارة يا هذي ولا مشارد تماماً ده بيبقى للأسف دول الطالبة المنسيين عند معظم المدرسين دول الطالبة المنسيين إن الطالب اللي هو مش عامل مشاكل مش عامل دوشة خلاص هو سورة النوع ده من الطالبة للأسف الشديد فيه كتير شريحة كبيرة جداً من المدرسين ما بتركزش عليه مع إنه هو أكتر نوع من الطلاب محتاج إن إحنا نركز عليه إنه هو يستحق ده هو عايز يبقى شاطر وإلا يتحب ويبقى مشاغب هو في النص فيتلاحب ويطلع فوق ييتساب وينزل تحت خلي بالنا برضو إن المدرسين اللي بيحضروا معنا خلي بالنا إن فيه طلبة برضو بيوقوق عندهم خجل شوية مش عايزين يجاوبوا عشان ممكن أطلع غلط إحنا بنا عايزين نحسسهم طب ما الجاوب ما ممكن تطلع صح إحنا نخلي الكل يشارك والكل يتكلم والكل يبقى نشيط ده للمدرسين بالذات يعني طب طب بالنسبة لأول يوم مدرسة نرجع تاني أول يوم مدرسة فيه مواقف كتير إحنا شفناها على مدار السنين فيه اختلاف إما إنه الطفل يكون متحمس جداً من المدرسة ومش فارق معاك خالص نوعي ينفصل عن أهله ده نوع وإنه الطفل يكون كاشش جداً جداً من المدرسة وخايف يسيب أهله ودول النوع الأشهر والأكتر واللي بنشوفهم دايماً في أول يوم دراسي الأهل بيعياته والطفل بيعيات وإحنا كمدرسين يعني ناخد الموضوع بالرهد للأمور نتصرف إزاي في المواقف المزايدين من وجهة نظرك إيمان لو لقيت أنت كمدرسة دلوقتي دخل أول يوم مدرسة في أطفال كتير جايين خال المشهد كده في طفل معاين قافش في ممتو من قبل ما تلمسيه من قبل ما يدخل باب الفصل قافش في ممتو ورافض تماماً بكل الفصل وبدأ يجيله إن الانهيار الأطفالي ده عند باب الفصل تعمليين؟ كما درسل كان بيحصل له كتير لأن أنا كنت بدرس المرحلة التأسيسية اللي هي الكيجي فطبيعي أن الطفل قايم من نوم بدري ورايح مكان غريب ما يعرفش حد هناك وهيسيب بقى المكان الآمن اللي كان بيعط فيه براحته وبيلعب ويسحب براحته فإحنا في الأول بندهم تمهيد كده لأولياء الأمور بنقول لهم حضروا الأطفال قبلها بفترة يسحوا بدري ويناموا بدري كلموهم عن المدرسة والجو اللي هيقبلوه حضروهم نفسياً تاني حاجة زي ما كنت قلت قبل كده هي كلمة استرها الفهم يعني أنا لازم أستوعب إن الطفل خايف ولي الأمر الآن الأطفال الكتير في نفس المكان وأول مرة يقابل كمية دي من الأطفال مثلاً وأول مرة الأب والأم يسيبوا الطفل فترة طويلة للدرجة دي لوحده فكوني إن أنا كمدرسة تفهم كل ده هقبل الوالدين تسامى الأطفال بساعة صدر أتكلم معيهم نلعب سوى أفرجهم على الفصل نتكلم عنهم هم نركز على خبراتهم هم حتى لو كانت خبرات قليلة بس نركز عليها نوريهم حاجات حلوة في الفصل يعني مش أول ما يدخلوا أنتوا هتكتبوا هنا أو هتدرسوا هنا أو كده لأ نقول لهم بصنا هنلعب كذا سوى زي برضو ما في القصة النهاردة بيبين جزء من الموضوع ده إن إحنا نحول اليوم الأول أو الأسبوع الأول نستدعى الأمر لألعاب أو أنشطة وخبرات من الأطفال يحكوا عن نفسهم يجيبوا لعبة من البيت ويحكوا عنها فكان ده أول أسبوع وأول أسبوع هنقابل صعوبات وأول أسبوع هيبقى فيه مواقف برضو بتحصل زي مواقف جيف بيلي كان فيه بنت كانت جميلة جدا جدا وجيالي أول يوم مدرسة وبعد ما بدأت بقى أحط الأوراق والتلوين جات لي بتقول لي مست هوا أنا ينفع أكلم ماما تيجي تاخدني فقلت لها طيب أنت حافظة رقم ماما على أساس أن أنا أشغلها فقلت لي آه ودي حاجة عجبتني جدا في الأم إن هي محفظة البنت رقم التلفون فكتبت الرقم قلت لها طيب شوية كده وهجرب أتصل عليها بعد شوية صغيرين جات لي برضو نفس البنت مست أنت كلمتي ماما ولا لس وهي طبعا زعلينة وشابين علي الحزن فقلت لها طيب بصي أنا ممنوع أمسك الموبايل دلوقتي عشان أخلي بالي منكو طب أنت كلمين عن ماما اسمها إيه طب أكتر أكلها بتحبها ماما إيه طيب أكتر لون هي بتحبه طب إيه رايك لو ماما جاءت الفصل هنا إيه أكتر حاجة هتعجبها في الفصل وإحنا نتكلم عن مامتها لدرجة أن هي نسيت قعدت بتحكي لي بقى مواقف وحاجات حصلت في عدميلادها وحاجات مرت بها مع مامتها لقيتها بدأت تتطمم إلى حد ما نتكلم عن ماما إن هي لسة في سياق ماما وبنتكلم عن ماما فحاستيها بجاوب فرندلي بالفصل إن إحنا لسة زي ما في البيت زي ما هنا بزبطه ده فكرة من الحاجات اللي بيؤمن نفس فعلا إنه الطفل لازم تهيئيه نفسيا الموضوع أكبر بكتير جدا يعني إحنا جيل قديم شوية يمكن إحنا أيامينا المدارس ما كانتش بتبقى عندهم دلوقتي يعني أنا أسمع دلوقتي في مصر إن في مدارس يمكن برضو الناس تصلح لنا لو الكلام دوات مش مصبوط بتعمل تهيئة للطفل ما بياخدهوش على طول اليوم الدراسي يبقى من تسعة لتلاتة أو من تمانية لتلاتة يبقى فيه مثلا إن هو يروح أول يوم ساعة تاني يوم ساعتين تلت يوم تلات ساعات بياخدوه جراتي بالتدريج لغاية لما يوصل لمرحلة إن هو يعرف يحضر اليوم الدراسي على بعض وده اللي بيحصل في مدارس سبريطاليا مثلا بالذات أول سنة دراسية الأساسية اللي احنا مركزين عليها النهار التهيئة تهيئة الطفل الأول يوم دراس لأنه الصدمة أو إن احنا نرمي الطفل على طول مدة طويلة بعيدة عنينا بدون أي تهيئة ده طبعا بنعمله أزمة نفسية بدون ما ندري إن هي هتفضل لزقة في المياه وطول وقت يعني أنا ليه أخ أكبر مني أنا اللي في الوسط أخوي الكبير لما جيه روح المدرسة حسب ما تحكي لي طبعا لأن أنا مش كنتش موجودة لما جيه روحي المدرسة الجران والشارع العالم كله عارف إن محمد رايح أول يوم دراس لأنه هو كان الموضوع صعب وما كانش فيه خاته ورموه في المدرسة يعيني وكان عمال يعني الجعورة مفتوحة على الآخر فطبعا ده كان ده ما أياميها ما كانش فيه التوعية اللي موجودة دلوقتي بس فيه نقطة إيجابية من الموضوع ده لما ده حصل ليه أخوي الكبير وأنا كنتش لسه دخلت المدرسة لما جيت أنا أدخل المدرسة ودي تهيئة غير مباشرة وانت شايف شايفني دي حاجة قوية جدا ده حدث ضخم جدا أنا جاهزي له لأن أنا مش عامل زي أخوي الوحش هو كان بيعيط ويصوت أنا مش عيط وصوت أنا عايز أروح المدرسة زي أخوي فدي كانت من الحاجات الغير مباشرة الغير مقصودة اللي حصلت معي ولما روحت المدرسة أنا كأول يوم قلت طب ما هو الموضوع مش مرعب يعني يعني دخلت وناس كلها بتلعب وناس كلها بتجري ولابسها فستان جديد لو ريالة بتاعت المدرسة تاعت زي أخوي والدنيا ماشية تاعتمو بتاع أمه هو كان بيعاد كده ليه معرفش أنا كان بالنسبة لي الموضوع كده دا بحثة بالشخصية والتهيئة بالزبط هي أنا ممكن كنت لو أنا أول طفل كان ممكن يحصل زيه لأن أنا أنا تهيأت بشكل غير مباشر بشكل غير مقصود إن أنا في حاجة في مدرسة في حاجة لازم أجهز نفسي ليها وقاعد وفي أصحاب في لبس جديد فيه وفيه وفيه أمان أتلم عليكم محمد واضح نحن هو بيشوف الفيديو ومتبسطش من اللي أنا قلته دلوقتي بس نعتبر إنه محدش سيرا أيا كان التهيئة مهمة وبالتالي إحنا عندنا أنواع مختلفة من التهيئة لو حد فيكم تابع الصفحة إحنا نبال إحنا نزلنا فكرة هي من أفكار الأستاذة إيمان والفكرة دي إنه إن المفروض إن الطفل قبل ما يروح لما يرجع من المدرسة كأم إحنا لأكبر غلطة بنعملها إيه عملت إيه في المدرسة النهار ده وبنروح سأليني السؤال وسايبينه فالطفل بيرد يقول إيه الحمد لله إيه حبيبي اللي حصل بالزبط في المدرسة الحمد لله في حاجة جديدة خطينا مش عايير مش عايير ودي غلطة على أجيال بنعملها أجيال بنعملها إن إحنا بنسأل السؤال كده وكل مرة الطفل دي لنفس الإجابة نقول الولد دي حرامة بيتكلمش ما بيحكيش ما بعرفش أخذ من بقه معلومة ما بطلعش منهم معلومة طيب ما هو إحنا بنسأل السؤال غلط الفكرة اللي قالتها إيمان واللي إحنا نفذناها والريسورس ده أو النشاط التعليمي ده إحنا نفذناها بناءا على اقتراح إيمان إنه نعمل كروت كروت لعب إحنا نزلناها على الصفحة مبارح الكروت دي كل كارت فيه سؤال والأسئلة تكون بتسأل عن حاجات مفصلة بمعنى سؤال مثلا حاجة النهاردة حصلت في المدرسة دحكتك فيفتكر يلقوا طالعا طول إن كان فيه موقف بيدحك فيحكيه سألناها عن حاجة ملنكة معاه بحاجة فهيرد ويقول في حاجة النهاردة حصلت في المدرسة عيطتك عيطت النهاردة في المدرسة هيفتكر ويقول طب إنت النهاردة حد ساعدك في حاجة صعبة طب حد إنت ساعدته حد إنت ساعدت حد في حاجة وحسيت إن إنت كان مفروض تساعده إحنا كده بناخد منه المواقف واحدة واحدة بالتدريج بحيث إنه هو إحنا كده هنوصل للرسمة بتاعت اليوم الدراسي بدون ما نقوله خذ بقى تعالى احكيلي حصل إيه في اليوم الدراسي إحنا نتكلم على أطفال سن صغير مش لازم يكون منتكلم عن كي جي وان وكي جي تو إحنا ممكن يكون منتكلم عن من سنة أولى لغاية سنة تلتة مسلا نبتدأ وغالبا الأطفال بتميل إنهما ببقى جامل ماذا سنة مش عايز أتكلم أنا عايز ألعب أنا عايز فرج على تليفزيون أنا عايز أكل أنا مش فاضي إنه أنا عود أحكي اللي عملته في المدرسة فالكروت دي متاحة على الصفحة بتاعتنا اللي حابب ينزلها مجانا وفيه حاجات كتير قوي هتنزل بعد الساشن اللي احنا عاملينه دلوقتي ده برضو مجانا دي جزء كبير جدا من اللي بيهيأ الطفل لليوم الدراسي هو مدرك اللي هيحصل برضو من ضمن الحاجات اللي احنا كالعادة بنرجحها وبنرشحها ليكم فكرة قراءة القصص قراءة القصص بتهيأ الطفل المواقف معانا زي ما عملنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت قراءة قصة للتهيئة النهاردة برضو معانا قصة بتهيأ الطفل لليوم الدراسي لبداية العام الدراسي بشكل عام ولليوم الدراسي لو حد رايح اول مرة او خلينا نقول في اول اسبوع من الدراسة الطفل يتوقع ايه هيشوف ايه هيتعامل مع الناس ازاي ايه المواقف اللي ممكن يتعابد لها وفي نفس الوقت بنهيأه وبنهديه خالص من ناحية ان اليوم الدراسي ده مش زي ما انت فاكر كده مش بابا مش كله حاجات جديدة وكله حاجات مرائبة في حاجات هتحصل في اليوم الدراسي ممتعة وفيها لعب وفيها اكل وفيها مكافآت اه فمش هحرع عليكم قصة اكتر من كده النهاردة ايمان هتحكي لنا قصة تقرأ لنا قصة من قصص اه توينك المصر اه بعنوان تحب تقول انت يا ايمان امرت ايو نمتح القصة مع بعض ونقرأها ياريت تجمعوا لاتكو دلوقت سيتفرجوا على الفيديو لانه هنحكي هنسأل سؤال بعد القصة ما تخلص عشان هيبقى فيه جايزة اول حد هيجاوب السؤال هياخد جايزة من موقع توينك الاشتراك يالله عشان اه عشان بعد الحلقة ان شاء الله هيبقى فيه جايزة لحد بإذن الله تفضل يا ايمان كده الشاشة وضحة مو تماما بس حد يأكد لنا انا تهالي ناوة انا شايفة الشاشة باينة يا جماعة اظن نقوم طيب تمام تماما ان شاء الله يلا نبدأ نقرأ مع بعض قصتنا اليوم بعنوان مغامرة القرصان ياسين مع المعلمين كان ياسين لا يزال بملابس النوم يلعب بألعابه المفضلة قالت الأم ياسين صغيري اليوم أول يوم في المدرسة هيا لتستعد قال ياسين لا أريد أن أذهب إلى المدرسة أريد أن أجلس في البيت وألعب بألعابي ضحكت أخته ريمة وقالت لا يمكن أن تجلس في البيت لابد أن تذهب إلى المدرسة اتجه ياسين وريما والأب إلى المدرسة كان ياسين يبدو قلقا وتساءل وهو في طريقه إلى المدرسة لكن من سيلعب معي؟ من سيساعدني؟ هل سيكون اليوم شاقا؟ هل سيكون هناك ملعب كبير؟ ماذا سأفعل مع الأطفال الأكبر؟ ماذا لو؟ قالت ريمة لا تقلق عزيزي ياسين سيكون يوما رائعا عانقت ريمة ياسين ثم ذهبت إلى فصلها الجديد وهي متحمسة للغاية لأول يوم في المدرسة هل ترون هنا الفرق بين ريمة وياسين؟ أخذ الأب ياسين إلى فصله الجديد ولكن ياسين كان يتمنى أن يعود إلى المنزل ويلعب بألعابه قال الأب بحماس حسنا لقد وصلنا هيا يا ياسين قل مرحبا لمعلمتك ولكن ياسين لم يكن سعيدا ابتسمت المعلمة شهيرة وقالت حسنا لابد أنك ياسين القرصان الجديد قال ياسين ماذا؟ قرصان؟ قالت المعلمة شهيرة نعم فنحن نريد قرصانا مثلك في سفينتنا أنا القبطان شهيرة ما رأيك أن نبدأ رحلتنا؟ تجمع كل القراصنة ليستمع إلى تعليمات القائدة شهيرة فقالت وصلتنا اليوم رسالة في زجاجة أحتاج إلى مساعدتكم في قراءتها والقيام بالمهمة التي بها قرأت القبطان شهيرة أفصالة مع فريقها ماذا يوجد في الخريطة يا ترى؟ انظر إلى الخريطة هل تستطيع أن ترى هذه العلامة؟ حاول أن تجدها ثم احفر مكانها فردت القائدة شهيرة الخريطة أمام القراصنة الصغار وقالت أعتقد أننا سنذهب إلى هناك أولا اتبع القراصنة الصغار الطريق سيرا فوق الجبال وعبر الرمال المتحركة وبين الناخ أخيرا وجدوا النقطة الموجودة على الخريطة ثم قاموا بالحفر عميقا حتى وجدوا صندوقا خشبيا عمل رائع أصدقائي قالت القائدة شهيرة وأضافت هيا نحمل الكنز إلى السفينة ثم نحصل على بعض الراحة فقد حان وقت الغداء يوم أحضر القراصنة طعامهم ثم اتجهوا معا إلى طاولاتهم ليتناولوا وجبة الغداء استدار ياسين حوله لا يعرف أين يجلس لكنه وجد نفسه أمام شخص غريب كانت هذه إحدى القراصنة التي يساعدنا الصغار فقالت له خذ طعامك أيها القرصان الصغير وتذكر أن تشرب كثير من الماء هل تود أن تجلس هنا؟ قال آدم ابتسم ياسين وجلس بجانب حازم قال حازم طعامي اليوم لذيذ جدا فأنا أحب الجبن كثيرا ولكن يا ياسين ماذا تحب أنت من الطعام؟ قال ياسين أن أحب البيض بكل أنواعه قاطع هاني حديثهم طائلا أفكر الآن كيف سنعبر البحر في وجود التماسيح؟ قال آدم لا تقلق يا صديقي سنحاول معا وبعد أن انتهى الصغار من الطعام قام كل واحد بإعادة علب الطعام إلى أماكنها اتجه القراصنة الصغار إلى خارج السفينة صاح هاني من الجانب الآخر من البحر احترسوا ينبغي أن تمروا من هنا لتتجنب التماسيح جاهز استعد اقفز عبر القراصنة البحر بحذر بعيدا عن التماسيح بعد ذلك رنت القائدة شهيرة الجرس من علامة السفينة وقالت على جميع القراصنة العودة إلى السفينة من فضلكم نحتاج إلى المساعدة لاكتشاف الكنز الذي وجدناه تعاون القراصنة معا في عد محتوى الصندوق مجموعة تعد العملات ومجموعة تعد المجوهرات واحد اثنان ثلاثة واصل ياسين العدى ليتأكد من الرقم الصحيح عشر عملات ذهبية وخمسة خواتم وتسع ماسات وسبع قلادات حتى الآن قالت القائدة شهيرة عمل رائع أيها القراصنة الآن حان وقت مغادرة السفينة فرجاء إعادة كل شيء في مكانه قام الجميع بتنظيف المكان وترتيب الأشياء والتأكد من إعادتها إلى أماكنها بعد أن تأكدت القائدة شهيرة من أن المكان أصبح نظيفا ومرتبا طلبت من القراصنة الصغار أن يجمعوا أدواتهم استعدادا لمغادرة السفينة والعودة إلى الشاطئ قالت المعلمة شهيرة كان يوما رائعا لقد قضينا وقتا ممتعا في القراءة واتبعنا الخريطة وتناولنا الطعام ولعبنا معا في الملعب الكبير واكتشفنا الكن ما أجمل أول يوم في المدرسة حان وقت العودة إلى المنزل وجاءت الأم وريمة باستحاب ياسين إلى البيت كيف كان أول يوم لك في المدرسة يا ياسين؟ سألت الأم قال ياسين كانت مغامرة رائعة قالت المعلمة شهيرة وهي تلوح بيديها سأنتظرك غدا صغير ياسين لنقوم بمغامرة أخرى إلى اللقاء وفي طريق العودة إلى البيت أخذ ياسين يفكر كيف ستكون المغامرة القادمة وكان متحمسا جدا ليومه الثاني في المدرسة وانتهت القصة بجد تحفى إيمان تحفى الإراءة وبجد أنا متأكدا للناس دلوقتي معينا أكيد مفسين جدا من الإراءة بتاعتك القصة يا رب بتكون عجبتهم وأنا عجباني أنا شخصيا وتغيير التون في الإلقاء عشان الطفل يفضل يتابع معاكي الأحداث بس قبل ما ناخد الناس بعيد كده نحن هنسأل سؤال بعد شوية قصة نسأله على طول دلوقتي علشان أول ما هنخلص هننشر اسم الفيز وهيكسب معينا حساب مجاني على موقع تونك جاهزين؟ نركزوا ركز المعلق معي؟ أنا لسه ما قدش سوية صوتك قطع شوية أنا لاتني موجودة سمعيني حاجة؟ لسه هقول طيب سمعيني دلوقتي طيب هقول تاني السؤال هو إيه اسم المدرسة بتاعة ياسين في المدرسة؟ إيه اسم المدرسة اللي بتدرس ياسين في المدرسة؟ أول إجابة هتكسب؟ أول إجابة أول كومنت هيقول الإجابة الصحة هيكسب معينا أكاونت مجاني على موقع تونك تمام بالتوفيق للجميع إن شاء الله ناس بدأت تجاوب خلص تمام تمام عموما إحنا أول ما يخلص اللايب على طول هننشر اسم الفيس وهننشر القصة مجانا للتنزيل وهنوريكو دلوقتي حاجات بسيطة تنزلوها مع القصة لأنه زي ما إحنا قلنا في أول اللايب إن القصة دي نوع من أنواع التهيئة بس القصة بتتقري في يوم يعني أنا كده هيقطي الطفل يوم واحد إزاي أنا خلي الطفل يفضل فاكر أحداث القصة ويفضل فاكر المغزى من وراء القصة عن طريق إن أنا أعمل كل يوم نشاط مختلف عن القصة هنعمل دلوقتي شير سكرين هوريكو إيه الحاجات اللي ممكن تنزلوها من الموقع ودي برضو هتنزل في بوست بعد اللايب من خلالها ممكن تركزوا مرة واثنين وثلاثة على هنجيب هنا نايز بس هننزل البورد هنجيب هنا الحاجات المختلفة اللي ممكن تستخدموها لو جيتوا على ويبسايت توينكل وكتبتوا كلمة ياسين في السرش بنساهل عليكم الموضوع خالص أهو لو كتبتوا بس كلمة ياسين هتلاقوا القصة نفسها وهتلاقوا أنشطة مرتبطة بالقصة على سبيل المثال إحنا دلوقتي قرينا القصة في يوم خلاص والطفل ببسط وعرف إن المدرسة دي حاجة جميلة وأنا مهيئة نفسي إن أنا نروح المدرسة ده يبقى فيها لا بده يبقى فيها معلمة جميلة اسمها المعلمة شهيرة ده يبقى فيه حاجات لصيفة بتخيلني طيب ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم طفل نسي قصة بدأ تاني تجيله رهبة الدراسة وده طبيعي لأنه الطفل مش هيفضل ذاكرة توم مش بتفضل على المدى الطويل لقدام المدى الطويل لوراءه لكن لقدام لأ طيب أقوله إزاي أقوله إزاي نرجع تاني نجيب نشاط زي ده اللي هو أوراق تلوين عن القصة أدي له الأوراق التلوين وأبدأ أقوله فاكر الحتة دي في القصة كيف بتقول إيه طب المشهد ده بيقول إيه المشهد ده اللي هما بيأكلوا فيه طب هما كانوا مبسوطين من الأكل ولا لأ طب أنت في المدرسة لما تروح نوي تاكل إيه تحب تاكل إيه يبقى فيه شوية كلام تاني بنفتح الديسكشن أو النقاش مرة تانية مع الطفل إيه الحاجة اللي انت حابب تعملها في المدرسة وده تهيئة للمرة التانية طيب إيه كمان النشاط ده طبعا فيه يعني أوراق كتير عن حسب الرقم طبعا فيه أنواع كتير من أنشطة عن القصة موجودة على الويب سايت لو عايزين تبصوا عليها براحتكو هتلاقيوا حاجات كثيرة فيه برضو نشاط ترتيب أحداث القصة نيجي مثلا للنشاط ده مغامرة الكورسان ياسين مع المعلمين عبارة عن ورقة فيها الأحداث بتاعة القصة وصور بنقصها وبنقول للطفل حط الأحداث بالترتيب اللي انت شايف مش شرط خالص في السن الصغير إن احنا نخلي الطفل يرتب الأحداث 100% أو 100% صح احنا عايزين يرتب الأحداث بالغرض الأساسي من النشاط هو إن احنا نسترجع أحداث القصة وننقشوا فيها مرة تانية مش إن نقول له لا غلط لا ده في الأول لا ده كان في الآخر لا سيبه القصة الطفل يعمل اللي هو عايزه حتى لو عايز يبتكر ترتيب جديد للاحداث مش مشكلة خالص الهدف الأساسي هو إن احنا بنخلي الطفل يفتكر أحداث القصة وكل موقف حصل في الحاجات دي ونربطه بالتجربة الشخصية بتاعته وإنت ناوي بقى تعمل إيه لما أنت تروح طب ياسين هنا كان خايف وهو رايح إنت هتبقى خايف ولا لأ طب إيه أكتر حاجة مخاوه فيك طيب هنا مثلا المدرسة عرضت عليهم إن هم يكتشفوا الكنز إنت كمان عايز تكتشف الكنز أي حاجة بحيث إن احنا نخليه يعمل حاجة اسمها الزاكرة الضبل المزدوجة الزاكرة من حاجة فاتت والزاكرة لحاجة قدام إحنا بنخليه يروح حاجة اسمحها قبل كده بحاجة بيتخيلها هتحصل بعد كده أنا عايز أقولك برضو يا دكتورة من لو اتناقشنا في المشاعر الطفل بيعبر عن مشاعره حتى لو بطريقة غير مباشرة يعني زي ما أنا كنت بقرأ وسألتكم ليه كانت ريمة مرتاحة وكان ياسين متوتر ممكن ندخل بقى في الأسباب اللي خلت ريمة مرتاحة نفسيا من وجهة نظر الطفل نفسه يعني نقوله طب انت أقول لي كده تفتكر ليه ريمة كانت مبسوطة ومتحمسة هيقول لي عشان هتقابل مثلا مدرسة كويسة هتعلمها حاجات جديدة عشان هتقابل أصحاب مداد فممكن هو يهيأ نفسه بنفسه عن طريق منقشته دي مع الأم أو الأم ده حقيقي ده حقيقي وهو فعلا ده مهم جدا التهيئة ثم التهيئة ثم التهيئة وده يرجعنا تاني القصة اللي أنا كنت قلتها إنه الطفل سعابي أموهاية يعبر عن مشاعره أكتر من طفل تاني وتهيالي والله أعلم طبعا أولياء الأمور هم اللي وضحونا برضو إذا كان الموضوع ده بيحصل معهم ولا لا دايما بحس إن احنا عندنا كأولياء أمور عقدة زنب أكبر ناحية الطفل الكبير إن الطفل الكبير اتنسى كده لما جي الطفل التاني والتالت فهو يعني اللي خد التجربة بصعوبتها والبقائين خدوها براحتهم بحس طبعا عندنا خبرة بقى خلاص ونبدل ننده عليه خلي بنا من أخوته كده أنا ختحت صفحة دي دلوقتي علشان عايزة أوريكو الكروت هي موجودة على صفحة بتاعتنا الكروت اللي بتصب في الحاجات اللي إيمان بتقولها دلوقتي وهي إزاي نخلي الطفل يعبر عن مشاعره دي مهمة جدا يمكن أهم من القصة نفسها يمكن أهم فعلا من القصة معني مش مفروضة أقول كده عشان عايزة كنت نزل القصة بس الكروت دي أهم من القصة نزلوا الاتنين إيه عبارة عن إيه الكروت دي طبعا هو عبارة عن نشاط كله عبارة عن discussion إحنا عايزين نفتح باب النقاش مع الطفل بشكل يناسب السن بتاعه الكروت عبارة عن أنا عايزة أعرف الطفل ده حصل معاقي في اليوم الدراسي بالزبط واحد اتنين تلاتة اربعة كل يوم لما الطفل يرجع من المدرسة نعملها كإن إحنا بنلعب بكوتشينا شد كارت وتعالى نتكلم فيه اسحب كارت من الكروت المعادي وتعالى نتكلم فيه مثلا قدامكم هنا فيه أمشطة كتير فيه أمثلة كتير هل حد من زمالك وقع في ورطة اليوم في حد عمل حاجة غلط طب إيه الحاجة اللي حصلت غلط ودي برضو حلوة من ناحية السلوكيات والتوعية عشان ما نعملش زيه انت لعبت مع مينة النهار ده وعلى فكرة فيه حاجة مهمة جدا يمكن أنا افتكرتها دلوقتي هبنتكلم في موضوع اللعبة لو لقيت الطفل بيقول كل يوم بيلعب مع نفس الشخص هي حاجة كويسة بس حاجة مش كويسة برضو حاجة كويسة بس حاجة مش كويسة ليه لأنه الطفل مش المفروض يكون مربوط بطفل واحد بس في الفصل لو حصلت معاهم وشكيلة الطفل ده هيتقزم نفسيا جدا الطفل لازم يكون لي أصحاب تلكين في الفصل ولازم يكون اجتماعي ما ينفعش إن أنا كل يوم ما جيقول أنا كنت بلعب مع شهيرة كل يوم بلعب مع شهيرة كل يوم بلعب مع شهيرة ما ينفعش يبقى كده في حاجة مش مظبوطة واتخليني أنا عايزة خلني طفلي بقدر يكون صدقات يعني هممكن تعرفوا معلومات من وراء الكروت دي في حد عمل حاجة بتاعك النهار ده أخبرني بموقف أضحكك اليوم الألعاب اللي لعبتها في الاستراحة إيه إمتى النهار ده عملت حاجة وكنت فخور بنفسك فيها برضو دي حاجات من الحاجات الحلوة حاجة جديدة تعلمتها النهار ده ودي ممكن من أكتر الأسئلة اللي عجبتني والليلتي حططيها يا إمان أنا دايما ناسأل بانك لما ترجع من المدرسة خدتوا إيه النهار ده مش فاكرة حاجة جديدة تعلمتها مش عارفة ده ممكن يخلي الموضوع شوية في كلام رايح جاي في حد النهار ده ساعدك في حاجة نعرف برضو مين الصديق الكويس مين الصديق اللي مش كويس ايه الحاجة اللي صعب صعب عليك النهار ده وده برضو سؤال من الحاجات الحلوة من أحضر أفضل طعام في غدائه اليوم وماذا كان بصراحة نقوم باريك السؤال ده قلت مش ده التدخل في شؤون الغير برضو بس قلت يمكن الغرب من وراه إن احنا نشوف الطفل لو نفسه في حاجة ومش عايدي يقولها صحيح يعني أنا هضطع علشان كده بالزبط بالزبط وده إن ممكن يكون نفسه في حلويات مثلا يعني يبقى شايف إن الطفل ده جاب أحلى حاجة لأنه جاب أكل غير صحي مثلا أو جاب حلويات أو شبس أو كده فاحنا نتفق مع الطفل وقتها نعرف هو نفسه في ايه ونقول له خلاص خليها آخر الأسبوع وهجب لك نفس النوع اللي انت نفسك فيه نعمل النوع من أنواع المقيدة إن انت ترضى بالحاجة اللي معاك الأكل الصحي بس هجب لك حاجة غير صحية أو حاجة عجبتك هجبها لك آخر الأسبوع يا سيدي ولا تزعب فيبقى فيه إرضاء من أطفالك يا إيمان كاتوم ما بيقولش هو نفسه في ايه عندك حد من أولادك أيوة أيوة ابني هو ساعات بيبقى ساكد كتير كده إلا لو أنت تسأليه لكن البنت ما شاء الله عليها بتتكلف كل حاجة بتقول على أطفال نفسه في أول موضوع ده عاكدتك برضا شخصيات أطفال هي شخصيات أطفال يعني أنا كان ليا أخويا للمرة التانية كان ده ما تقولش أبدا هو نفسه في ايه يعني ندخل محل مثلا من البتاية يكون عينه على حاجة بس ما يرضاش يقوله ونفسه وبنتي برضو طلع كده قعد أقول لها طب نفسه ما تقولش أبدا ودي حاجة على فكرة صعبة صعبة قوي علينا أنا عايزة أوازم إن أنا مش عايزها تبقى بتشبط في كل حاجة وفي نفس الوقت عايزة تقول يعني في صفق إيه عايزة أعمل الموازنة دي تكون من خلال النقاش ممكن كارت زي ده يفتح كتير ممكن كمان تحطوا أسئلة من دماغكو لو أنتم عايزين أسئلة أنتم حاسين أن هي هتنفع مع أطفالكو أكتر ممكن تسألوها وتحطوها على كروت وتحطوها وتعملوا بيها منقشة مع الأطفال لأن كل طفل مختلف عن التاني طبعا وطبعا زي ما اتكلمنا في حاجات إيجابية حاجة دحكتك في حاجات برضو ما عجبتكش موقف ما عجبكش النهاردة في حاجة تانية برضو حاجة خليتك تعايت النهاردة حاجة موقف سخيف تعرضت له برضو دي من الحاجات الحلوة اللي ممكن عايزين كل حاجة في المحلات أيها ممكن تكون من حاجة من الحاجات اللي تخلي الطفل يتشجع أكتر الكلفة دي برضو من ضمن أحسن الأنشطة تهيئة للطفل في العام الدراسي الجديد أنا هوقف شير سكرين دلوقتي أنا وانا أنا وقف شير سكرين دين بقى معلش يؤذروني فالمفروض إنه زي ما احنا تكلمنا النهاردة وزي ما إيمان أخدتنا بخبرتها كمدرسة إنه باختصار يكون فيه تهيئة للطفل قبل ما نوديه للمدرسة سواء بقى التهيئة دي إن المدرسة فيها سيستم بيسمح بالتهيئة زي ما أنا قلت في الأول فترة ما بيروحش مرة واحدة اليوم الدراسي الكامل يروح فترة ويقطع فترة يروح بشكل متدرج ساعة ساعتين تلاتة لو المدرسة ما فيهاش ده وأظن فيه مدارس كتير ما فيهاش موضوع التهيئة ده وبرضه في دونر في الكومنس إذا كان فيه مدارس فهم تعمل كده في مصر ولا لأ يبقى التهيئة كلها ملقاة على عاطق الأب وضم بين حاجات اللي احنا قلناها نهاردة إنه نحاول نحاول في حاجة اسمها انفصال تدريجي ودي برضو قصة كبيرة تانية يعني يطول شرحها الانفصال التدريجي بشكل عام ما لهش علاقة بالمدرسة هي فكرة إن الطفل لما بيتولد بيفضل طول الوقت مع أبوه ومامته في البيت ما بيبقاش متعود إن يروح لحد تاني لازم حاجة اسمها انفصال صحي لازم يكون فيه وقت الطفل ده يعرف إنه هو مش هيبقى معاكو طول الوقت حتى لو يروح لبيت الجدة يقعد فترة لو هيروح مثلا فيه إشراف طبعا يكون حاجة يعني موصوخ فيها يروح فترة زي بالضبط فكرة لما بنسمع كده يقولوا ودينا الطفل الحضانة بدأنا نطلعوا الحضانة عشان يتعود على النظر يتعلم الكلام دي كلها حاجات مهمة جدا في التهيئة نتمنى تكون القصة عجبتكم والحلقة أفضل لو في نقطة تانية أخيرة لو يسمح لي الوقت عندنا وقت بمناسبة القصص أو بمناسبة القصص ممكن ندخل القصة في الروتين اللي قبل النوم كون إن الطفل يتعود على روتين قبل النوم ده هيشجاه على النوم بدري أكتر من أعظم المشاكل وأكتر المشاكل اللي بتواجه أوريا الأمور إن إحنا نعاوذ الطفل على النوم بدري أو نحسسه إن النوم مهم أو جميل أو كده هو عايز يصهر عايز يقعد معانا إحنا الكبار إنتوش معنا صهرانين فلو حطينا القصة ومعاها مثلا نغسل الأسنان معاها نتكلم عن حاجة كويسة حصلت نحمد ربنا على نعمة عندنا روتين معين كده قبل النوم نتكلم فيه مع الطفل ونقوله بقى تسمع على خير ونسيبه كده هنلاقيه من نفسيا وجسمانيا نتهيأ خلاص للنوم فقبل الدراسة أو حتى في الدراسة نفسها يعني مش لازم قبل الدراسة نخلي فيه روتين معين كده نمشي عليه للأطفال وهما هيدقوا من نفسهم بقى يسألوا عن الروتين ده بابا مش هتقرأ معنا القصة النهاردة ماما طب ايه القصة اللي هنقرأها النهاردة كده يعني والقراءة دي مهمة جدا يعني أعظم من حاجات كتيرة جدا بتوطط المحبة والصلة ما بين الأباء وما بين الأطفال دي فكرة جميلة جدا وفعلا عندك الروتين هو اللي بيخلق النظام وبيخلي الطفل ينمو بشكل صحي ويبقى عنده ويبقى فكرة كمان يبقى عنده ذكريات حلوة يبقى فاكر يفتكرها بعدين فيه سن معان ما بيبقى شكي الكلام ده فكل ما كانوا تغيرين يبقى أحسن يستفيد مرسي جدا جدا يا إيمان مفصول جدا أنتي كنتي معانا النهاردة ومرسي جدا شكرا لما يسمى العادة ومرة تانية بيقول لكم ياريت تتابعوا قناة اقرأوا معي هتستفيدوا منها جدا 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 حاجات مختلف في الموضوعات مش بس موضوعات السلوكية والتربوية وبرضو في اللغات وبرضو في القصص التاريخية هتلاقوا حاجات كتير جدا على قناة اقرأوا معي نتمنى تفيدكم وان شاء الله كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة هتنزل في بوست كلها هتكون مجانا لمدة ساعتين بس بالإضافة لإسم الشخص اللي كسب معينا النهاردة في المسابقة جمعة سعيدة ان شاء الله ونشوفكم بحلقة جديدة من حلقة عربي طريبا بإذن الله مرسي جدا يا إيمان وتشرفنا بيكي شكرا لكم جميعا شكرا لكم شكرا لكم مع قلب السلام باي باي شكرا لكم